أعتقد أن العامل الأبرز كان فعليا هو وباء كورونا المستجد وبرأيي أنه لو كان الرئيس ترامب لو أحجم عن الحديث عن الموضوع طبعا هو في الأيام التسعين الأولى بعد البارس قام بعقد مؤتمر صحفي يومي وفي ذلك المؤتمر صحفي ظهر الرئيس وكانه غير مستعد لإدارة الأزمة طبعا لو تراجع هو لو تراجع من الأضواء لو ترك الحكومة تعمل ولكن أعتقد أن شخصية الرئيس هو تصور وكأن هذا الفيروس هو مؤامرة يديرها الإعلام والديمقراطيون ضد رأسته والإسقاطه للمساهمة في عدم فوزه بولاية ثانية ولكنه لو التزم الصمت برأيي لكان وضعه الانتخاب أفضل بكثير اليوم طيب بداية منذ 1980 منذ الثمانينات لم تتغير اتجاهات التصويت في حوالي 38 ولاية الولايات التي تعطي الديمقراطيين بقيت تعطي الديمقراطيين والولايات التي تعطي الجمهوريين بقيت جمهورية ما يتغير تقريبا هو 12 ولاية تعرف بالولايات المتأرجحة كل أربع أعوام تغير اتجاهاتها لماذا هذه الولايات بالذات تحديدا تسمى متأرجحة وتغير ولااتها ولماذا الثابتة تبقى ثابتة يعني لو نحاول أن نفهم هذا المزاج الأمريكي في الداخل أولا الانقسام الرئيسي الأساسي في الولايات المتحدة هو انقسام بين المدن وبين القرى والأرياض كما تفضلت لو نظرت إلى الولايات الثابتة التي توالي الديمقراطيين لرأينا أنها كاليفورنيا ونيويورك والولايات التي فيها مدن كبرى طبعا باستثناء تاكساس ولكن تاكساس اليوم صارت متأرجحة لو نظرنا إلى الولايات التي تساند الجمهوريين بشكل متواصل لرأينا أن معظمها من الولايات الأقل سكانيا وسكان هذه الولايات معظمهم لا يسكنون مدن كبرى هذا هو الانقسام الثقافي وهذا الانقسام أدى إلى انقسام ليس في الأمور السياسية فحسب وأنما في الأمور اليومية والثقافية هؤلاء مع المناخة أولاء ضد المناخة أولاء مع الإجهاد أولئك ضد الإجهاد سلسلة من الأمور وبرع السياسيون الأمريكيون من الحزبين بتغذية هذه الانقسامات واستخدامها في الصراعات الانتخابية والسياسية أما الولايات المتأرجحة فهي التي يوجد فيها مدن كبرى مثل مثلا بانسلفينيا فيها في لدل فيها مدينة كبيرة جدا وفي نفس الوقت في غرب بانسلفينيا هناك كمية من المزارع والأرياض لذا الولايات تصبح متأرجحة سيد حسين الولايات التي حسمت النتيجة لصالح ترامب في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات هي بشكل رئيسي ميشيغن جورجيا وويسكنسون نورث كارولاينا وبنسلفانيا بعض هذه الولايات غيرت توجه هذا العام وصوتت لمصلحة بايدن وأعني حتى الآن ميشيغن وويسكنسون لماذا الناخبون بهذه الولايات تحديدا غيروا توجههم؟ بماذا تأثروا تحديدا؟ أنا لا أعتقد أن هناك تغيير كبير لو نظرنا إلى نتائج العام 2016 وإلى نتائج هذا العام لرأينا أن هناك أقل من 1% من السكان إما يتجهون إلى الديمقراطيين أو يتجهون إلى الجمهوريين ما يحصل فعليا هي الحماسة الحماسة لدى القاعدة الحزبية الحماسة لدى القاعدة الديمقراطية كانت خفيفة في العام 2016 وكانت سنة تغيير وحماسة قوية لدى الجمهوريين لذا رأينا أصوات الجمهوريين أكبر بكثير اليوم لو قصنا الأصوات لرأينا أن ما فعله الديمقراطيون هو أنهم أعادوا 40 أو 50 ألف من ناخبهم إلى التصويت مجددا قلبوا الموازين لذلك أنا أعتقد أن الموضوع يعتمد طبعا هناك بعض المستقلين ممن يتجهون مع حزب ضد الآخر ولكن لا أعتقد أنهم الثقل الأكبر خصوصا في انتخابات فيها الرئيس هو بطبيعته لا يتجه للجميع بل هو يتجه إلى قاعدة ضيقة حتى داخل الحزب الجمهوري وهو ما يحفز الآخرين على التكتل ضد الرئيس طيب حتى الآن حصل بايدن بالتصويت الشعبي على حوالي 75 مليون صوت متجاوز الرقم القياسي الذي حقق أوباما في السابق وترامب يقترب أيضا من تخطي رقم أوباما لماذا كانت هذه المعركة تحديدا ضارية بهذا الشكل والمشاركة فيها كانت غير مسبوقة ما الذي حفز الناخبين؟ أولا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنه انتخابات الرئيس السابق أوباما حصلت قبل 12 عام وكانت الكتلة السكانية للولايات المتحدة بشكل عام أصغر فمن الطبيعة أن تكون أرقام بشكل عام هذه السنة أكبر وطبعا كما تفضلتي هناك حافز أساسي أنا أعتقد أن شخصية الرئيس الأمريكي التي تحفز أو التي تدعو إلى المقسام فهي شخصية تستفز القاعدة الموالية والقاعدة المعارضة ولذلك رأينا الموجة الزرقاء للديمقراطيين جاءت أول مرة في العام 2018 وكان الديمقراطيون يسعون إلى تكرار هذه الموجة ولكن الجمهوريون تنبهوا إلى هذا الموضوع وقاموا بمحاولة صد هذه الموجة والإتيام بموجة معاكسة ولذلك رأينا أرقام الانتخابات أعتقد أنها ستكون أعلى بكثير من نسبة 54 أو 55% في العام 2016 أعتقد أنها ستتعدى 60% وهذا كما تفضلت مقياس تاريخي للتصويت والناخبين الأمريكيين في هذه الانتخابات نشاهد مشاهد غير مسبوقة في الولايات المتحدة هناك سباق للتسلح المواطن الأمريكي يتسابق للتسلح مواطنين ينزلون إلى شوارع مسلحين بالبنادق والسكاكين يعني أين الاختلاف أين المرحلة التي جعلت كل هذا يحصل على الأرض وما هو توجه السياسي والتوجه الشعبي أيضا بعد هذه الانتخابات طبعا هذه الانتخابات الأمريكية الرقم 58 في تاريخ الجمهورية وحتى في خضم الحرب الأهلية لم تؤدي الانتخابات الرئاسية إلى مواجهات في الشارع بين الفريقين الأمريكيين هذه أول انتخابات نراها في الولايات المتحدة التي تقارب حدود التضارب في الشارع موضوع السلاح كما تحدثنا هناك ثقافة لدى الجمهوريين تتمحور حول ترتبط بالتعديل الثاني للدستور وتتمحور حول تملك السلاح والمفارقة أن الجمهورين يتملكون السلاح للدفاع عن أنفسهم ضد إمكانية أن يكون هناك حاكم ظالم داخل البيت الأبيض اليوم نراهم يستخدمون السلاح لنصرة هذا الحاكم في البيت الأبيض الديمقراطيون لا يتسلحون الديمقراطيون يعارضون السلاح ولكن طبعا تطور الأمر إلى تضارب هل متوقع صدام بين مناصري الطرفين في الشارع لأن هناك سباق غير مسبوق للسلاح والتسلح طبعا الولايات المتحدة قارة كبيرة جدا نحن مثلا في مدينة واشنطن في المدن الكبرى هناك غالبية ديمقراطية وأستبعد أن يكون هناك مواجهة طبعا هناك بعض التظاهرات أمام البيت الأبيض ولكن في المدن أو في الولايات التي لا يوجد فيها تنوع لم يحصل تضارب التضارب سيحصل كما نرى الآن أمام مراكز الاقتراع في الولايات المتأرجحة يعني يبدو أن الموضوع هو موضوع محدود وأعتقد أنه ينحسر لو كان هناك لو تمت الموافقة على النتائج لو أعلن حاكم كل ولاية النتائج الصادرة عن ولايته قد يكون هناك تراجع لأن الموضوع ينتقل حين ذاك إلى المحاكم ولا يعود هناك فائدة للشارع في الوقت الحالي أعتقد أن رئيس ترامب يحاول تحريد الشارع الموالي له يعني للضغط على مراكز عد الأصوات لثنيها عن عد الأصوات ولكن أعتقد أن في الأيام المقبلة عندما تنحسر عملية أو عندما تنتهي عملية عد الأصوات أعتقد أن الشارع لا يفيد وإن تحول الموضوع إلى القضاة والمحامين لا أعتقد أن الشارع يصبح جزء من هذه اللعبة هل تتوقع بأن التوتر الموجود على الأرض الآن أن يمتد ليشمل ربما انضمام مجموعات غاضبة من أداء ترامب بمرحلة معينة مثل ربما أن يشمل الأمريكيين من أصول إفريقية ربما للانضمام إلى المواجهات في الشارع هل هناك مخاوث من هكذا سيناديو محتمل؟ يعني مشاركة هذه المجموعات يعتمد على ما يحصل في تطور الانتخابات انتهى المطاف بفوز الرئيس ترامب عن طريق المحاكم طبعا لأن المزاج الحالي في الولايات المتحدة الديمقراطيون يشعرون بارتياح ويشعرون أنهم فعلا حققوا فوز بالأصوات في الولايات المتأرجحة هم يعتقدون أنهم سيفوزون بهذه الولايات وهذا ما سمعناه من مسؤولي حملة نائب الرئيس السابق جو بايدن يعتقدون أنهم يفوزون طالما أن الاعتقادات الديمقراطيين أنهم في مصاف الفائزين لن نرى المجموعات مثل الأفارق الأمريكيين لن نرىهم يخرجون إلى الشوارع لأن هذا انتصار لهم ولا أعتقد أنهم يرغبون في التفريط به والذهب إلى الشارع ولكن إن تحول هذا لأن الديمقراطيين يرون أن هذا الانتصار لهم إن انقلب هذا الانتصار للترامب أعتقد ساعة ذاك سنرى انسحاب مناصري ترامب من الشارع وسنرى عودة مناصري الديمقراطيين كما تفضلت يمكن من الأفارق الأمريكيين يمكن من المجموعات التي تتلقى على نفسها أسماء يسارية وفوضوية وغير مرتزمة بالحكومات وكل هذه المجموعات ولكن لحسن الحظ أنا أعتقد أن هذه المجموعات هي هامشية ولا أعتقد أنها تمتد إلى عمق الحزبين الديمقراطي والجمهوري قاعدة الحزبين الديمقراطي والجمهوري هي من الوسطيين إما وسطيين يسار أو وسطيين يمين ولكن في نفس الوقت هناك مجموعات صغيرة على الهامش لدى الحزبين هذه انتورطت في أعمال عنف تأمل الحكومات المحلية وأجهزة الشرطة المحلية بالسيطرة على هذه الأعمال وطبعا في الأيام الماضية لاحظنا أن هناك نشاط كثيف لوكلات الاستخبارات الفيدرالية مثل الـ FBI للشرطة المحلية هناك نشاط كثيف لتأمين سلامة هذه الانتخابات ومنع حصول أحداث أشكرك جزيلا شكر كنت معنا من واشنطن حسين عبدالحسين الباحث السياسي